السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات وعمل لايك للفيديو وشير علشان يوصل كل جديد القناة. شكرا لمشاهدتكم وتدعمكم للقناة. واصل جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر هجومه القوي على الحكام في افريقيا وذلك رغم مبرور عدة ايام على نهاية فترة التوقف الدولي. وكان الحكم السنغالي عيسى سي الذي ادار المباراة الاخيرة للخضرة امام النيجر في القولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عشرين اثنين وعشرين. وحسمها منتخب الجزائر بنتيجة بربعية دون رد تعرض الانتقادات عنيفة بسبب ما وصف بتخبطه في قرارات مهمة. ويرأى بالماضي بان الحكم السنغالي متحلى بالانصاف خاصة مع رفض توقف اللاعب لفترة من الوقت لتناول اللاعبين المياه مع درجة الحرارة المرتفعة في النيجر. وقال بالماضي في تصريحات صحفية عن هذا الامر لقد غمروا بصحة لعبين وهذا امر غير معقول. درجة الحرارة تتجاوز الاربعين والحكم يرفض توقف اللاعب من اجل السماح لهم بشرب المياه. ويفكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم في التقدم بشكوى بخصوص الحكم السنغالي. خاصة وان مسألة التوقف عن اللاعب لشرب المياه تم الاتفاق عليها من الفئة الاجتماع الفني للمباراة. يشار الى ان الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قد تقدم منذ اسبعين بشكوى ضد الحكم الذي ادرى اللقاء امام بوركينا فاسو. بسبب حرمانه للخضر من ركل الجزائر ورفضه حماية رياض محرز وبقية النجوم الجزائر من تدخلات العنيفة للعب الخصف. يبدو ان كريستوفر جالتي مدرب نيس الفرنسي قررت دخول كطرف في معركة لاعبه الجزائري اندي ديلور مع جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر. وكان بالماضي قرر مؤخرا استبعاد ديلور من الانضمام لمنتخب الجزائر طوال فترة وجوده على رأس القيادة الفنية له. بسبب تقاعس اللاعب في الانضمام لمحارب الصحراء وهو ما دفع مدربه جالتي للهجوم بقوة على مدرب الخضر بسبب هذا القرار. وكرر جالتيها الدخول كطرف فيه الصراع بل واقحم لعبه الجزائر الاخر هشام بوداوي كطرف رابع فيه خلال الايام القليلة الماضية. واصر المدرب الفرنسي على استفزاز نظيره الجزائري بالماضي الاحب بطريقة عندما دفع بهشام بوداوي كجناح ايصر في مركز غير معتاد عليه اللاعب تماما. خلال مواجهة في الجولة العشرة من الدوري الفرنسي. واعتبر المتابعون هذا الفعل من جالتي ردا على جمال بالماضي الذي اشتكى في تصريحاته يوم الخميس الماضي من الرجل الاول في الطاقم الفني لنيس. وطريقة توظيفه لمحارب الصحراء. وكان الكتش جمال بالماضي عبر عن استغرابه من رؤية بوداوي كلاعب جناح ايمن منذ بداية الموسم. بدلا من مركزه الذي يجد فيه كلاعب وسط وهو ما استفز جالتي الذي عاد بقرجه اكثر غرابة هذه المرة عندما وضع الجزائر الصاعد يسارا. لكن القدر صعق مدرب نيس امام بالماضي حيث كان هذا الخيار التيكتيكي في توظيف بوداوي فاشلا على طول الخط بعدما خسر الفريق خارج الديار بنتيجة واحد سفر. وتزامن ذلك مع اداء مخيب للامال من ابن الجزائر الذي تم استبداله بعد مرور اقل من ساعة من اللعب. اشتركوا في القناة